توقفت اليوم جميع أنشطة شركة فوسفات قفصة بمدينة المتلوي بسبب الاعتصام أمام مركز البحوث والدراسات والإدارة العامة للإنتاج والاعتصام أمام مقر الورشات المركزية للسيانة وينطالب المعتصمين بإعادة النظار في نتائج منظرة انتداب أعوان تنفيذ بالشركة اللي وقع الإعلان عليها السبتليفات وينتم انتداب ألف عاون من مجموع 2700 تتوفر فيهم شروط المناظرة والسبب حسب المحتاجين وجود إخلالات وتجاوزات في النتائج وحسب وزارة التكوين المهني والتشغيل فإنه نتائج هذه أولوية ومن حق المحتاجين تقديم تعون في ظرف 6 أيام من تاريخ أعلان النتائج في كل معتمدية من معتمديات الحوض المنجيمي هذا وأعلنت الوزارة أنه ابتداء من 10 ميل جاري ينطلق استغلال موقع الويب الخاص بنشر المعطيات المتعلقة بمترشيحي منظرة الانتداب بالمجمع الكميائي التونسي بجهة قفصة اللي باش يضمن فقط قائمة المترشحين حتى يتأكدوا من وصول ملفاتهم في مرحلة أولى واستكمال الوثيق المنقوسة في مرحلة ثانية